عايزة أسألكم سؤال في بداية الحلقة هل أنت ممكن تسق في حاجة مصيرية لحياتك على دين روبوت؟ يعني مثلا لو الدكتور قالك أنا هشتغل العملية دي عن طريق الروبوت من أولها لأخيرة الدراسات العلمية قالت أن الروبوت له دقة أكتر ولو الحقيقة نتائج أكتر دقة من الإيد البشرية هل ممكن الوظائف اللي احنا بنشوفها حوالينا دي زي الطبيب طبعا وزي رجل المرور زي العامل اللي موجود في المصنع زي الويتر اللي هو في المطعم هل الناس دي ممكن تختفي؟ في إنجلترا زي ما بنشوف في الفيديو هنا موجود روبوت بيقدم الطعام للناس ومش بس بيقدمهم بضحكة لأ دا بيقدمهم وبيقدم لهم الطعام وبيغني لهم وبيقدم لهم الخدمة مية مية إيه رأيك يا سحق في الموضوع دا؟ أنا موضوع الروبوت دا أنا متابع بقى من وانا صغير ليه بقى؟ كان فيه فوزير عم فؤاد عرفها أكيد فوزير عم فؤاد دا كانوا جايبين الروبوت كان يقول لك الإنسان الآلي تمام عبارة عن واحد كانت مثال عاملله كده بس عاملله وراء فويل وراء فويل من بره والعمدة الآلي ومش عارف إيه والحاجات دي كلها فهو كان الإنسان من زمانه هو إيه حابب يبقى فيه حاجة تساعده يعني لكن طبعا زي ما انت قلت موضوع الروبوت دا هو المستقبل عشان كده أنا نفسي أقول حاجة لأي حد عنده ابنه في المدرسة ما تقعدش تقولي الواد لازم يطلع دكتور الواد لازم يطلع مهندس الواد لازم يطلع سدقني فيه شغلانات تاني ابنك هاكل الشاهد منها هاوز هيصرف على العيلة كلها بعد كده اللي هي زي الزكاء الاصطناعي الزكاء الاصطناعي دا هو اللي جاي الزكاء الاصطناعي دا هو اللي هيقود العالم بعد كده أنا أرجوكم أرجوكم اللي عندهم أولادهم في المدرسة زقوا أولادكم ناحية أن هما يتعلموا الزكاء الاصطناعي هو ده الزكاء الاصطناعي هو اللي هيقود العالم بعد كده خلي بالكم أني مثلا في بعض المهن مش هتبقى موجودة في المستقبل يعني مهنة الميكانيكي أو مهندس الميكانيكا بتاع السيارات دي مهنة مش هتبقى موجودة يعني شيء بينها مش هتبقى موجودة كمان 20-30 سنة المهنة دي هتختفي تماما من مصر على الأقل ومن معظم دول العالم لأن السيارة الكهربائية ما فيهاش أصلا ميكانيكا موضوع الطب أنا كنت لسه عند دكتور أسنان صديقي فبيقول لي 20-30 سنة اللي جاية بعد 20 سنة أو حاجة الروبوت هو اللي هيبقى شغال الدكتور اللي مش هيعرف يتحكم في الروبوت عن بعد من خلال الموبايل أو شاشة كده صغيرة وهو يدي له أردارات يعمل إيه قال لي ده هيبقى مش موجود قال لي هيبقى فيه فجوة كبيرة جدا جدا بين طبيب بيعرف استخدم الروبوت وطبيب ما بيعرفش فموضوع الزكاء الاصطناعي ده اللي هيقود العالم كله بعد كده أنا فتكر لما رحت منتج شباب العالم اللي كان 2019 كان صوفيا لو تسمعوا وكان ده حديث شارم الشيخ وقتها وحديث العالم صوفيا في شارم الشيخ وصوفيا ده بقى اللي بتسألها وبتتكلم بكذا لغة وبتهزر وبتضحك النهاردة بعد سنتين بس فيه حاجات كتير أحسن من صوفيا بكتير بكتير جدا جدا يعني فالنهاردة العلم ده بيتطور بشكل كبير جدا 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 يعني الموضوع احنا كنا من كام سنة واغديني وضحك النهاردة لا النهاردة بتشوفها على الأرض الواقع بتشوفها عمليات بتحصل بالروبوت لكن لما ابنك اللي في ابتداء ده لما يوصل جامعة أو لما يتخرج من الجامعة هيبقى هو مش هتعامل غير مع الروبوت مرة تانية وشجعوا ولادكم يتعلموا ايه هو الزكاء الاصطناعي وتبقى هي دي مهنتهم صدقون يا تفرق معاهم جدا يعني واضح ان احنا في المستقبل القريب اللي مننا مش هيبقى عارف يعني اذا كاستناعي ويعرف يتعامل معاه هيبقى متأخر جدا جدا جدا